لكن هذا الاستقرار مؤقت حيث تبدأ المملكة تتأثر تدريجياً بمنخفة جوية تمتصف النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري الساعات الأولى من ليل الخميس على الجمعة ويستمر لعدة أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع عدة ضوار جوية متوقعة أن تترافق مع هذا المنخفض الجوي انخفاض بالحرارة زخات من الأمطار زخات من البرد وأيضا بعض زخات من الثلوج فوق القمم الجبلية العالية نتحدث أكثر حول هذا المنخفض ونستعرض هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لتشكل هذا المنخفض الجوي حيث اندفعت كتلة هوائية باردة من البحر الأسود وأيضا تركيا نحو شرق البحر الأبيض المتوسط حيث يتوقع أن يتشكل هذا المنخفض الجوي فوق جزيرة قبرص خلال ساعات نهار اليوم الخميس يتحرك سريعا شرقا باتجاه السواحل السورية يترافق مع هذه الجبال الهوائية الباردة تبدأ تأثيرتها على المملكة خلال الساعات الأولى من ليلة الخميس على الجمعة وتبدأ الأمطار بالهطول انطلاقا من المنطقة الشمالية لتشمل لاحقا المنطقة الوسطة ثم الجنوبية خلال ساعات ليلة الخميس على الجمعة وأيضا خلال ساعات نهار يوم الجمعة أيضا يوم الجمعة تنخف الدرجات الحرارة بشكل ملموس كنتيجة لعبور هذه الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي يوم الجمعة يتمركز المنخفض الجوي إلى الشمال الشرقي من البادية السورية يدفع بتيارات شمالية غربية وبالتالي تستمر يوم الجمعة ويوم السبت التيارات الشمالية الغربية الرطبة القادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط والتي ستعمل على بقاء الفرصة واردة للهطول زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى وإجزاء أيضا من المنطقة الجنوبية ومع هذه الانخفاض على درجات الحرارة توقع أن تهطل بعض زخات الثلوج فوق القمم الجبلية العالية من جبال الشرق أثناء فترة تأثير هذا المنخفض الجوي المزيد من التفاصيل حول تفاصيل هذا المنخفض الجوي نستعرضها بهذه الخريطة للظواهر الجوية المتوقعة أن تترافق هذا المنخفض الجوي حيث كمية الأمطار المتوقعة أن تحطل خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي وهي من الليل الخميسة على الجمعة وحتى الليل الزبت على الأحد كمية الأمطار المتوقعة ستكون ما بين العشرة والثلاثين مليمتر سرعة هبات الرياح ستكون ستين كيلومتر في الساعة ومن ضغط التأثير ستكون الشمال والوسط وأجزاء من المنطقة الجنوبية مدة التأثير ستكون ثمانية واربعين ساعة أما درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون ما بين الدرجتين والسبع درجة مئوية والثلوج متوقعة على المرتفعات أو القممة الجبلية الشاهقة من جبال الشرع نذاب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حتى تبدأ المملكة كما ذكرنا تتأثر بهذا المنخفض الجوي تكون الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في العاصمة عمان مع تشكل الضباب ست درجة مئوية كحرار مقاسة المحسوسة درجتين مئوية تنفقات الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية ناشطات السرعة بالمجمل نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لثلاثة أيام القادمة يوم الجمعة تبقى المملكة تحت تأثير هذا المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثانية ثمان درجة مئوية كحرار عظم أم الصغرى أربع درجة مئوية يوم السبب تستمر فرصة طول زخات الأمطار على فترات 7 درجات مئوية كحرار عظم أم الصغرى 5 درجات مئوية يوم الأحد تدفق المزيد من التيارات الباردة نحو المملكة وتستمر فرصة طول زخات الأمطار في العاصمة عمان 7 درجات مئوية كحرار عظم أم الصغرى تنخفض بشكل محسوس ومنموس مع تدفق هذه التيارات الباردة نحو المملكة لتسجل درجة واحدة تحت الصفر وبالتالي هناك فرصة عالية لتشكل السقيع في مناطق واسعة من المملكة خلال ساعات ليل الأحد على الاثنين نذهب الآن لتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم غد نبدأها من المنطقة الشمالية تكون فرصة واردة لو توزخات من الأمطار في عموم هذه المناطق المفرق 10 إلى 4 درجات مئوية إربد 11 إلى 7 جرش 11 إلى 7 ويعجلون 10 إلى 6 درجات مئوية مع فرصة إزخات من الأمطار وتشكل للضباب المنطقة الوسطى الزرقى 11 إلى 5 البلقى 9 إلى 6 عمان 8 إلى 4 مادة 10 إلى 4 وربح الميت 19 إلى 14 درجات مئوية المنطقة الجنوبية الكارك 9 إلى 6 الطفيلة 9 إلى 5 الشوبك 6 إلى درجتين معان 8 إلى درجة واحدة فقط أما العقبة 16 إلى 9 درجات مئوية أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق رياح نشطة 13 إلى 4 الصفاوي 10 إلى درجتين ورويشة 13 إلى درجتين مئوية فقط مع رياح نشطة وأتربة مثارة إلى هنا تنتقل نشرتنا نتمنى السلامة لجميع في مثل هذه الظروف الجوية وإلى اللقاء خير ومحبة إلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري